سير المحادثات النووية البطيئة والمتعثرة تراها تقع اليوم في براثن تصريحات استبغت براهن الأحداث وأعادت الاتفاق النووي إلى نقطة الصفر حسب مراقبين تصريحات واشنطن تخالفها في الرد طهران بعدما اعتبر المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لإحياء الصفقة النووية المبرمة عام 2015 واصفاً في تصريحات صحفية الاثنين الخرجات الأمريكية بالسلوك المخادع الراغب في المفاوضات دون دفع الثمن حسبه رأت إيران في سابق الأقوال الأمريكية محاولة لانتزاع تنازلات في الملف النووي عبر شد داخلها المحتقن والضغط على خارجها المتهم بالتورط في حرب أوكرانيا وهو ما أكده وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مشيراً إلى تلقي بلاده رسائل أمريكية متواصلة يقول إنها تبحث سراً في البرنامج النووي بينما يظهر المسؤولون الأمريكيون عكس ذلك وهو ما ترجمه تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تصريحات سابقة بقوله إنه لا وجود لنية إحياء الاتفاق النووي تصريح ينمع ما يخالج سياسة واشنطن الموجهة حسب بلينكين إلى الاهتمام بالاحتجاجات في إيران ومحاسبة مسؤولي طهران عما يوصف بانتهاكات لحقوق الإنسان لهوى وصول ولهوى ترك إعادة إحياء الاتفاق النووي يكاد لا يبرح محله وإن فعل عاد إلى الوراء بدوافع مستجدة للأطراف فإيران ترغب في تحرر من العقوبات المفروضة عليها والولايات المتحدة تسعى لكبح برنامج طهران النووي وإخضاعه للرقابة الدولية وبينهما ما يتعارض والاتفاق النهائي